تستمر المساعي الخيرية والإنسانية الكويتية في شتى بقاع العالم تتنوع في أشكالها وأنواعها ولا تكاد تنقطع عبر الجمعيات والهيئات والمؤسسات الخيرية الكويتية الحكومية والأهلية جمعية الوقف الإنساني والتنمية ساهمت بإنشاء أول مركز إسلامي عالمي في مدينة أوكلاند النزلندية ليكون المركز نموذجاً لوسطية الإسلام وسماحته يخدم أكثر من عشرة آلاف شخص من خلال ما يقدم من خدمات في المنطقة من قبل المسلمين يعتبر المشروع هذا هو أول مشروع كويتي أو أول مركز كويتي خليجي في أقصى الشرق وهي تعتبر مدينة أوكلاند أو نيوزلندا هي أول دولة تشرف على الشمس وبذلك يكون هذا أول مركز إسلامي يؤذن فيه الفجر في كل يوم بداية إذان الفجر لكل يوم تشرق فيه الشمس إضافة إلى ذلك أن الجالية هناك لبعد المسافة وبعد السفر تحتاج أن يكون هناك وهو في مراكز لكن بالنسبة لهذا هو مركز أكثر من مسجد ومركز متكامل سيستفيد منه إن شاء الله الجالية المسلمة في مدينة أوكلاند وأيضاً المدن الأخرى بالنسبة لنيوزلندا أعمال خيرية وإنسانية كثيرة تقدمها الكويت في مواسم مختلفة مثل مشاريع كفالة الأيتام والكفالات الصحية وغيرها من المشاريع المستقبلية للجمعية الكويتية للوقف الإنساني والتنمية حقاً هو في مشروع مهم في السودان نحن أركز هذا المشاريع ستكون في السودان منها جامعة تم إنشاءها قبل 13 سنة في العاصمة وهذه الجامعة انتقلت بمراحل متعددة منها كانت في البداية تخرج في دورات مهنية دورات مهنية اليوم هذه الجامعة بفضل الله سبحانه وتعالى أسستها دوت الكويت وأشهدتها دوت الكويت ويعني الآن شغالة وأصبحت جامعة فيها ثمان تخصصات ثمان كليات منها طب منها صيدلة منها القانون منها الشريعة واحقة يعني هذا كان إنجاز كبير العمل الخيري والإنساني الكويتي ليس وليد الصدفة بل للكويت تاريخ حافل في هذا الجانب سبقت به دولاً كثيرة عربية وأجنبية لقناة اي تي في العدالة خالد الفارس